يعني أنا من أخصص شي للذوق العام المفروض أعباء اللجنة بالذوق العام كل واحد عنده منجز إبداعي يعني أنا اليوم من أخلي مثلا رحمة الله على أرواح اللي راح نقولهم يعني من لجنة الذوق العام تتكون لي من محمد ميدة جواهري تتكون لي من زور حديد وكاظم الساهر وشخصيات معنية بالفن مثل خالد الرحال محمد غني حكمه جواهر سليم أكتنع هذولي ناس يحددون للذوق العام أنا بظل هاي الفوضى والبلد متعدد المكونات والطوائف والمذاهب كل واحد جايني من بيئة مختلفة أرجع وأقولي شون راح عدد شنو المعيار أكون معيار راح نتفق عليه ومن يقول هذا المعيار ما ينتهك حرية الإنسان بعرض الثقافة من الثقافات المعينة اللي هي لها أصل بالعراق كل شي لازم أكون موجودة ضوابط مجموعة من الضوابط مجموعة من المحددات ولكن المشكلة الموجودة في العراق أنه حينما يعملون على حل أزمة تخلق أزمة جديدة وهذه مشكلة قضية الذوق العام موجودة في كل البلدان موجودة أنه كيف تكون شكل البنايات ما هو لون البنايات أنه يكون متناسق غير متنافر هذا شيء طبيعي جدا وهذا يحدد أهل التخصص موجودة عدنا يعني نعم عدي نقطة نورام أمانة بغداد سمحت لي لأن كابون يكون في بغداد هاي هاي المشكلة هاي أمانة بغداد سمحت بعمينها بمسؤوليها نعم طيب هاي الأمانة مشكلت لي لجنة يسميها الذوق العام واني عنده اعتراض على الأني كابون نعم نعم لابد أن يكون هناك إعادة نظر بهذه المشكلة أنه لأنها غيبت المعالم الحضارية والأمر الثاني أنها هدر للأموال لأن هذه أمرها قصير جدا نعم ولا يعني تأتي إلى كفاءة الحجر أو يعني الرخام أو غير هذه المواد لابد أن يكون طول أمر مع ذوق حتى لا يكون هناك هدر بالأموال المشكلة الأساسية أنه حينما تطرح الحلول تطرح على أساس أنها أزمات نعم فتدخل المجتمع في أزمة مثلا في بداية الأمر أنه نفرض عقوبات أنت أعمل نموذج وأبدأ بالمشروع وقل من يخالف هذا المشروع سوف نفرض عليه عقوبات حتى يكون المواطن منسجم يعني لا تكون المشاريع والحلول دائما تؤزم نفسية المجتمع دائما يحس أنه كأنه دخل في أزمة جديدة هو لا يريد يحل أزمة للمجتمع ولكن هو المسؤول الآن يعيش بعقلية مأزومة أنه يريد يثبت ذاته أنه هو قادر على الإدارة وأنه صلي بغض النظر فنان هو هدفه أنه الناس يشوفهم يصارب بالمنصب قوي نعم أنا لا أعلم من أين أتى المسؤول العراق أنه إذا كان وجهه متجهم ولا يسمح لحد أن يدخل عليه في الغرفة وله كثير من الحمايات أنه يكون قوي ويكون سي نعم هذه عقدة موجودة لعدة المسؤول العراقين وهذه عقدة نقص كما تحدث عنها يعني إدلر أنه يريد أن يعوض هذا النقص من خلال هذه البهرجة وهذه البواحة هل يقول كثرة التباهي نقص نقص هي نقص عقدة نقص موجودة نعم لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من مرأة تجبر أو تكبر إلا في ذلة يجدها في نفسه هو ذليل في داخل نفسه لذلك خلي يخرجوا من هذا الطور أنه من خلال فرض العقوبات أو من خلال وضع حلول ولكن هذه الحلول تشكل أزمات نعم قضية الذوق العام ينبغي أن تكون جيدة الأمر الثاني ينبغي أن تكون هناك محددات الأمر الثالث ينبغي أن يكون هناك متخصصين لوضع الذوق العام الأمر الرابع لا بد أن يكون هناك توضيح للناس ما هو هذا البرنامج والهدف الأساسي أنه يفهم الناس أنه هذا يأتي في خدمة المجتمع وخدمة الناس لا يأتي فقط على أساس أنه أول ما قالي الغرامات تبدأ من 250 تنتيب الحبس في السنوات وكأنما أكو وعيد مو أكو نية أن يكون المواطن البغدادي مواطن ذوق ينصاع وفق القانون وقرارات الدولة التي تهدف إلى بناء دولة وليس فرض سلطة نعم المشكلة الأساسية بكثير من القوانين وكثير من القرارات لا يتم أقناء المواطن بها يتم فرضها على المواطن يعني حينما مثلا قضية المخدرات مثلا أنه أنت لا تتعاطى المخدرات نحن ما نبين للعقوبات نبين للأضرار مستقبلك يضيع صحتك تدهوة الآن المتعاطلة يسجن تدخل في مشاكل نعم كل هذه ويحتاج علاج ما يحتاج سجن من هذا ذا طب متعاطب نعم من تجان المخدرات تحتلع لي تأجب أنا موضوع مو موضوع المخدرات أعرف بس الشيء يذكر كمثل أنه لابد أن يكون وعي عند المجتمع أنه ترفع وعي المجتمع يكون عارف بالإجراء الحكومي هذه المشكلة الكبيرة التي تعاني منها القرارات ترجمة نانسي قنقر